لكن سياق الحديث في هذا الموضوع هو عن الاهتمام قال يسوع لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون أو بما تشربون بعدين بيقول لا تهتموا للغد فالغد يهتم بما لنفسه وبعالج موضوع الاهتمام موضوع القلق وهذا الموضوع هو شاغل جميع الناس الناس عندها قلق على حياتها على مستقبلها وعلى أمور كثيرة وطبعا في المناطق اللي احنا عايشين فيها في الشرق الأوسط الناس عندها قلق كثير على الأمور المستقبلية ماذا سيحدث في هذه المناطق يعني كل شيء حاليا يعني الهدوء الذي يسبق العاصفة لكن المسيح علمنا أنه ما نهتم ومش ماناته لا تهتم أنك تكون غير مبالي أو غير مكترث لكن ما تخليش الأمور العالمية الأمور المادية هي اللي تحتل المنزلة أو المكان الأولى في حياتك انشغل بالأمور الإلهية انشغل بملكوت الله وتأكد أنه الله هو مازال على الحكم بيتربع على العرش وكل الأمور عم بتصير بخطة محكمة منسجمة لخير الإنسان ومنفعة الإنسان أطلب ملكوت الله أطلبه في بكورة يومك يعني أعطيه أفضل وقت في يومك أطلبه في حياتك هذا واجب المؤمن طبعا بيتضمن الطلب بيتضمن السعي بيتضمن حياة الصلاة والجهاد أنه حتى تطلب هذا الشيء لكن أيضا الكتاب المقدس بعلمنا أنه ملكوت الله ليس أكلا وشربا حتى نهتم ونقلق عليه لأنه الرب وعد أنه يعتني بهذه الأمور لكن ملكوت الله هو بر وفرح وسلام أيضا في الروح القدس قال يسوع لا تهتموا لحياتكم لا تقلقوا لأنه من منكم إذا هتم يقدر أن يزيد على قامته ذراعا واحدا وبنفس الطريقة لا تهتموا للغد الاهتمام والقلق لا يفيد أي شيء بقول يكفي اليوم شره يعني اعمل اليوم ولا تخف من الغد واليوم رح يتواجهه بكل أموره بكل صعوبه صعوباته بكل الأشياء اللي بتمر فيها اترك بكرة لبكرة ليوم جديد وخليك مركز على هذا اليوم أنا بصلي أنه فعلا أنه اهتمامي يكون اهتمام الروح لأنه اهتمام العالم هو عداوي لله فأنا بدعوك أنه اليوم أنه الاهتمام تبعك يتحول بالاهتمام الروحي أولا في حياتك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر